بديو اليوم كيف نطبق البلاش حسب شكل الوجه عدمة الخد من فوق للوجه الدائرة يلا نبليش مرحبا يا حلوين أنا ديما بديو اليوم هو كيف نطبق البلاش بحسب شكل الوجه لأنه كل وجه له طريقته الخاصة كاتروا كومنتز عملوا سابسكرايب وهلأ خلينا نبليش صبايا البلاش لما نطبقوا عوجنا بيأثر كتير على الميكوب وبيأثر على كيف يبين وجنا ايه؟ لأنه هو بيساعد ينشقوا الوجنا ينبينوا مبروم فكل شكل وجه أو كل شكل وجه له طريقته الخاصة اليوم هنحكي عن ثلاثة أشكال اللي هي أكتر شي سائدة اللي هو الوجه المبروم الوجه البيضاوي والوجه المربع يجي من هون عنده حنك قوي البلاش اللي بتكن تستخدموه فيه كون سائل وفيه كون باودر أو اللي هو عبارة عن بودرة اللي هو أكتر شي بيستعمله بس أنتو حسب روتينكن واستخدامكن للمكياج طبقوا أنتو سواء ليكود أو بودرة طبقوها بالطريقة اللي بعطيكم إياها لأنه بالحالتين بتثبط بالنسبة أول شي للوجه الدائرة حلو كتير الوجه الدائرة أنا كتير بحبه هلأ كيف منطبق البلاش عليه؟ كيف؟ تطبيق البلاش للوجه الدائرة حيكون على عظمة الخد من فوق يعني إذا عندكم ليكود بلاش بتطبقوا هون زيح وين بيبلش؟ بيبلش من نص تفاحة الخد يعني من هون أو إذا بدكم على آخر أو نهاية العين وبتسحبوه لما بعد الحاجب أو قبل خط الشعر بهيد الحالة هم بكونوا بستخدم الباودر هكونا عمستخدم البلاش زهري بنك أكتر هستخدم البلاش واسحب لفوق بالبلاش ومتل ما شفتو أنا استخدمت أو حتات البلاش من نهاية العين وسحبت لفوق بس يكون ليكود البلاش اللي عم تحطوه دايما حطوه فوقه ندفت البلاش أو قليل من البلاش الزهري بتاع يثبت كل النهار فبالنسبة للوجه المبروم وين أنا منحط؟ عدمة الخد من فوق بهيدا الطريقة وفيكون كمان شوية تقربوه لحد العين هيدا هي الطريقة الصح والمناسبة له بتاعتي جمال أكتر للوجه الدائرة ونقطة صغيرة كرمال البلاش للوجه الدائرة ما تقربوه لقدام لحد الأنفعة في حد الخد لقدام أبدا منه مثل ما قلت لكم منسحة ولفوق عدمية الخد لفوق وعالطراف بس هلا مننتقل للوجه المربع أو السكوير هيدا الوجه هو عنده أصلا تقسيمة واضحة وبارزة فنحنا لما بنطبق البلاش البلاش بدي يكون بمحل واحد محل ما لازم يكون محطوط لهو هون فإذا عم تستخدموا البلاش بيج كريمي أو ليكويد بتحطوه نص الخد وبتطبقوه أكيد أو بتمدوه بالبراش أو بالبلندر اللي انتو بتستخدموه بهالحالي أنا حكون عم بستخدم هلا براش غير اللي كنت عم بستخدمه هحط على الخد الثاني البلاش وإلكون كيف هيدا البلاش اللي لازم تطبقوه للوجه السكوير أو المربع أصلا فيكن حنك أنا فيكن تشوفوه وجه شوائي بين الوجه الدائري والوجه المربع فإذا طبقت أنا أول طريقة بتثبط وتاني طريقة كمان بتثبط كله بيكون متناسب مع اللوك اللي أنا بدي إيه أو الماكياج اللي بكون مستخدمته سواء للصبح أو لللاب فمنحط بس على تفاح الخد بهيدا الطريقة وشكل الوجه أصلا موجود ومحدد مش بحاجة وإذا انتبهته بمأنه أنا طبقت هون طريقة وهون طريقة شوفوا فرق الوجه شوفوا البلاش شو غير بالوجه ما أنه يعني بلاش ما أنه جدا دراستيك أو أنه بيغير كتير بس طريقته تطبيقه بتغير كل الوجه وهلأ بنوصل للوجه الثالث أو الشكل الوجه الثالث اللي أنا بدي إلكون عنه اللي هو الوجه البيضاوي الوجه البيضاوي بيجي طويل يعني ما إلو حدود غير أنه طويل بها الحالة نحنا بحاجة أنه نطبق البلاش بامتداد من الأنف صبايا لآخر الحاجب صراحة أنتم مستغربينها شوي بس بتعطي شيء بالوجه وطلالة رائعة هلأ أنا هستخدم البلاش وبلش وأنا الحاجب هون بمسك البلاش وإذا كان الليكوت كمان بتطبقوه بتعملوا خط هيك وبتمسجوه أو بتمدوه بالبلندر هنطلع على الأنف بيعطيكن هيك شوي سانكيست كأن هلأ أنا إذا لاحظتوا عم استخدم اللون الزهري للبلاش فيه ألوان كتير اللي أنتو بناسبكن أو بتحسوه مفضلة عندكن أو عباركن تستخدموا سواء ميل على الزهري على البيتش على البنة أو حتى هلأ فيه بلاشات على موف بيكونوا استخدموا اللي بناسبكن كله حيات النتيجة بس اللون هيفروب سهلية ما بدون شيء يعني أنا أول وثاني طريقة لقل إنتو أي طريقة لقلكن الأولة الثانية أو الثالثة حطوا لي بخانة التعليقات هلأ بالنسبة لاستخدامات البلاش البلاش أكيد كل واحد حسب تفضيل لقلو بس إذا كنتو كنتو حاطين على وشكن باودر أو لوس باودر بيكون تطبقوا البلاش حاولوا ما يكون لكود لأنو أنت قريدي حاطين على وشكن طبقة من البودرة ولما تحطوا فوق أنتو ليكود أو أنو يكون شيء رطب وبتكون تمتدوه هيدا الشيء هيأثر على البودرة الموجودة على وشكن وهتنزع لكم كل الماكياج فيا سابايا ما منحط بلاش ليكود بعد الكمباكت باودر منحطها قبل الكمباكت باودر وساعتها أكيد حقيقة حتظلم بيني تحت الكمباكت باودر ومنمرق شوية بلاش بودرة فوقها هيك وبينه ليه أنا من الأشخاص اللي ما بحب البلاش لأنه أنا بالنسبة لأيلي بشرت دهنية وبشرت من البشرات اللي ما بحب حط عليها كتير كتير سوائل إذا محضرين فيديوهاتي كلهم تعرفوا أنه أنا منة من مفضيلات الفونديشن أكتر ميلي للـ Compact Powder أو Loose Powder فيا صبايا أنا بحس البودرة تشرب يعني تشرب الزيوت الأكسرا على الوجه فهيدا الشيء بالتالي بيخفيف يبين عنا لمع على الوجه يعني البشرته دهنية ما هيحب الدوية لك كتير أما البشرته عادية وجافة حينبسط بالـ Liquid Blush وهيدا كان فيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتم من طرق تطبيق البلاش حطولي أنا سأل بكم سؤال بننص الفيديو حطولي بخانة التعليقات جوابكن وكاترونا الكومنس الحلوة ما تنسوا تعمل سابسكرايب للقناة ضغطوا زر الجرس حطولي كومنت كمان حلويا أمنوا لمتابعة على كل السوشين ميديا بلاتبورم نزلوا تطبيق جماله فيه وأنا بشوفكم بغير فيديوز باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر